الفيديو اللي فات شفنا الريليشنل أوبريتورز اللي هو الأكبر منه والأصغر منه الفيديو ده هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا برضو اسمها الاساينيمنس أوبريتورز ودي عبارة عن برضو علامة البلس والإكوال والمينوس بس لما بتيجي بعد المعين أو قبله بيبقى ليها إضافة أو ليها أكشن معين زي مثلا البلس إكوال لما بتيجي ما بين اتنين فاريابل معناه أننا بجمع الفاريابل الأولاني على الثاني فتعالوا نشوف ده بيتم إزدائي مع بعض هعمل تو فاريابلز وهبدأ أضيف بعض الإيه الاساينيمنس أوبريتور ده آخر مسال احنا كنا عملناه خليني أعمل ليدليد بشكل ده هعمل فاريابل هسميه نومبر مثلا خلاص وقل له انت بتإكوال وليكن مثلا خمسة حلوة جدا وهعمل فاريابل جديد وهسميه نومبر تو مثلا وخليني اللي فوق ده أسميه نومبر ون وهقول له انت بتإكوال مثلا وليكن ستة حلوة جدا دلوقتي أنا محتاج أعمل إيه لو جيت قلت أنا عايز نومبر رقم واحد بلس إكوال نومبر رقم اثنين اللي أنا عملته دلوقتي ده هو هو بالضبط أكني عملت قلت آآ آآ كي أنا هنا بس محتاج أقولله نومبر ون مشتوه اللي أنا عملته هنا بالضبط أكني أ���قت ان أنا محتاجumnبر رقم واحد بييقوال النومبر رقم برضو واحد زائد النومبر رقم اثنين يعني أكني قلت الرقم الأولاني زائد الرقم الثاني فالبلاس اقوال بتختصر العملية بصد طلع لي هنا زي الورنينج ده بيقوله يعني والله لو عملت الحركة دي مش حصل اي مشكلة لو عملت بلاس اقوال مش حصل اي مشكلة اللي بيحصل هنا ان انا عندي رقم واحد وعندي رقم اتنين وجي جماعت قلت للرقم الاولين ده بيساوي الرقم الاولان ازاد الرقم التاني اللي بيحصل ان هو بيخزن نتيجة عملية الجمع فين في الرقم الاولاني يعني انا جيت قلت هنا number one بيساوي number one زائد number two طيب هو number one بكام number one بخمسة طيب زائد number two بكام اللي هو بستة فهيقوى الكم هيقوى ال11 طيب ال11 دي هتعمل لها سيف فين هتتخزن فين هتتخزن في number one يعني number one دلوقتي بقى كام بقى بيقوى ال11 هو ده بالضبط اللي بيعمله لاني اللي فوق فاللين ده هو هو اللين ده بالضبط يعني اكني قلت برضو plus equal فممكن اعمل simplify زي ما هو قال لي كده او replace هتلاقي راح مبدل بقى زي اللي فوق بالضبط في دلوقتي ممكن اشير اللي فوق دي خلاص ما نعاش لازمة يبقى انا كده عندي فريبا رقم واحد واثنين لما جيت قلت الاولاني plus equal التاني اكني ضفت الاولاني زائد التاني وحجبت مجموعة العملية وخزنتها فين في number one الاولاني يعني لو جيت دلوقتي عملت print لنمبر رقم واحد دلوقتي نمبر رقم واحد هو فوق كان بخمسة والاتنين بستة ولما قلت الاولاني بيساوي plus equal التاني اكني قلت الاولاني زائد التاني يعني خمسة وستة بقواهم بكام بقواهم حداشر يخزنها في number one فلو جيت عملت print دلوقتي هتلاقي بالضبط قال لي حداشر يبقى هو جمع خمسة زائد ستة ورماهم او عمل لهم pass في الـ variable الاولاني فهو ده الـ assignment operator نفس الـ line ده لو عملت لي duplicate بالشكل ده وخليتها minus equal وخلينا نعمل comment الـ line ده بايزاوي ايه هو الـ comment الـ comment هو عبارة عن keyword او character بكتبه بيخلي اي line عبارة عن comment يعني تعليق الـ comment ده بيظهر لك انت كـ developer لكن ما بتعملش لي print في الـ run او ماليوش تأثير في عملية الـ run وده طبعا مفيد في ايه مفيد لو انا كـ developer عايز اشرح الكود اللي بيتم عايز خد بالك ان احنا كـ developers برضو قدام شوية بنرجع نستخدم الكود من اول وجديد فانت ممكن تكون عملت variable او function ونسيت اصلا هي بتتعمل ازاي او نسيت هي اصلا انت عملها ليه او ايه فايدتها او ايه لازمتها فهنا بيجي دور الـ comments انك انت بتشرح الكود اللي انت تكتبه يعني انا هنا مثلا في الـ variable ده انا كنت بعمل ايه بعمل printing the value of وليكن number one بالشكل ده انا بقول ان انا اللاين اللي جاي دلوقتي انا بطبع فيه الـ value بتاعة number one هنا مثلا انا كنت بعمل ايه هنا كنت مثلا انا بعمل assignments operator بالشكل ده يبقى انا كده بدأت اقول او بدأت اشوف افاهم من اللاين اللي جاي ده انا بعمل assignments operator طيب ولما جيت هنا عملت comment اللاين ده الـ comment اكده عمل حاجة اسمها هاش للكود او بيهيش الكود بنقولها كده احنا يعني كل developers بفيه بعض المصطلحات كده تليني بقولها زي ان انا مثلا بكابير الكود او باخد كابي من الكود بهيش الكود يعني اتلاقي كده بتتقال فهنا بهيش الكود يعني بخليه not valid او مالوش لازمة بيه عن طريق الايه اللاين 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 ده طيب نرجع للموضوعنا دلوقتي انا المفروض طالما عملت comment اللاين ده اكد انا عملت delete بالزبط هو مش هزال في الرن دلوقتي لو قلت minus equal اللي هيحصل ايه اكد انا قلت ان الخمسة minus الستة فهيقولي المفروض نهاية ب minus واحد بالشكل ده فالvariable اللي هو number one دلوقتي المفروض يكون behold minus one بالزبط زي ما شفنا كده يبقى minus one او minus equal اكد انا قلت number one minus number two وخزنت النتيجة كلها في الvariable الاولاني وهكذا في الدرب وهكذا في الاسمة نفس برضو الفكرة بيجمع او بيطرح او بيقسم الوبريطر الاولاني زائد الوبريطر التاني فبنستخدمها كتير برضو احنا شغالين في البرمجة لو عايز اعمل اي فالشكل ده مايبقاش برضو غريب عليك الفيديو اللي جاي هنبدأ نتكلم اكتر عن زي والتفاصيل دي كلها شوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي